بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع مع الحلقة الثانية من كورس الفوريكس المجاني بعنوان في أي إطار زمني تتداول هذه الحلقة سوف تساعدك في تحديد الإطار الزمني المناسب الذي يمكنك التداول من خلاله في هذه الحلقة سوف نتناول النقاط الآتية بالشرح والتفصيل ما هو الإطار الزمني ما هي خصائص الإطار الزمني قصير الأجل وما هي خصائص الإطار الزمني متوسط الأجل وما هي خصائص الإطار الزمني طويل الأجل وما هي أنواع التداول المختلفة القائمة على هذه الأطر الزمنية أولا ما هو الإطار الزمني الإطار الزمني يشير إلى الوقت الذي تستغرقه كل شمعة على الرسم البياني لكي تتشكل لذلك فإن في الإطار الزمني 5 دقائق كل شمعة على الرسم البياني تستغرق 5 دقائق لكي تتشكل بينما في إطار زمني 30 دقيقة تستغرق الشمعة 30 دقيقة لكي تتشكل خلال أول 5 دقائق تبدو الشموع على كل الإطارين الزمنيين متشابهتين تماما لكن بعد 10 دقائق سترى شمعة أخرى تشكلت على الرسم البياني ل5 دقائق لكن على الرسم البياني ل30 دقيقة لا تزال نفس الشمعة ظاهرة من المهم أن نفهم أن الإطار الزمني ل5 دقائق لا يظهر حركة السعر في 5 دقائق وإنما كل شمعة فردية على الرسم البياني للسعر تستغرق 5 دقائق لكي تتشكل ثانيا ما هي خصائص الأطر الزمنية المختلفة تنقسم الأطر الزمنية إلى ثلاث مجموعات قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل يعتبر الإطار الزمني ساعة واحدة فأقل إطار قصير الأجل بينما كل ما يستغرق يوما فأقل متوسط الأجل ويعتبر كل ما يزيد عن يوم واحد طويل الأجل المتداول ليس بحاجة لرصد كل الإطارات الزمنية ليكون ناجحا يجب أن يتوافق الإطار الزمني للتداول مع شخصية المتداول على سبيل المثال الشخص قليل الصبر والذي يريد اتخاذ إجراء سريع وصفقات سريعة يجب أن يتداول في أطر زمنية قصيرة الأجل أما الشخص الأكثر صبرا ولديه وقتا كافيا لمراقبة الأسواق يجب أن يتداول في أطر زمنية متوسطة الأجل في حين أن الشخص الذي يريد فقط أن ينظر إلى الأسواق من حين إلى آخر سيكون أفضل حالا في التداول على الأطر الزمنية طويلة الأجل علما بأنه لا يوجد اتنين من المتداولين متشابهين تماما ويجب أن تتداول في إطار زمني مناسب لك والآن دعونا نستكشف المزيد من الأطر الزمنية المختلفة أو بمعنى آخر ما هي أنواع التداول المختلفة على الأطر الزمنية الشكل الأكثر تطرفا في التداول في الأطر الزمنية قصيرة الأجل هو الاسكالبينج الاسكالبينج هو مشاهدة أطر زمنية قصيرة الأجل جدا والاحتفاظ بمراكز لفترة قصيرة جدا وهو عادة ما يكون سريع الوتيرة مرهق للأعصاب يتطلب التركيز والانتباه الكامل ويتطلب أسواق النشطة ويتم تداوله على أطر زمنية من 1 إلى 5 دقائق أسلوب التداول التالي هو التداول اليومي وهو يتطلب المزيد من تحليل السوق وهو أبطأ من السكالبينج ويجب فيه متابعة الأخبار العالمية والتطورات الاقتصادية لأنها قد تغير حالة السوق طوال اليوم وفيه تفتح الصفقات وتغلق في نفس اليوم يتم تداول سوينج على الأطر الزمنية طويلة الأجل وفي تداول السوينج يمكن الاحتفاظ بالمراكز بعدة أيام وفيه يجب أن يتحلى المتداول بالصبر والانضباط لينتظر الحصول على السعر المستهدف أو وقف الخسارة علما بأنه بسبب ارتفاع الأسعار المستهدفة وكبر وقف الخسارة فليس لسبرايد تأثير كبير على نتائج التداول وفيه لا يحتاج المتداول إلى مراقبة الصفقات طوال اليوم وماذا عن تداول المركز؟ تداول المركز هو لعبة الانتظار الطويل يمكن الاحتفاظ بالمراكز لعدة أشهر ويستخدم متداول المركز مجموعة من الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية غالبا من أجل اتخاذ قرار يلعب التحليل الأساسي دورا أساسيا فيه يستخدم التحليل الفني لإيجاد مواضع دخول مناسبة ويمكن تلخيص هذه الحلقة في النقاط الآتية 1- هناك العديد من الإطارات الزمنية المختلفة لتختر من بينها وتحدد نوع التداول الذي يناسبك ويعتمد على شخصيتك 2- الأطر الزمنية قصيرة الأجل تكون أقل من ساعة واحدة 3- الأطر الزمنية متوسطة الأجل هي ما بين ساعة واحدة ويوم واحد لتداول سوينغ 4- الأطر الزمنية طويلة الأجل هي الأطر اليومية والأسبوعية والشهرية 5- سكالبينج سريع الوتيرة يتطلب الأسواق النشطة ويتم تداوله على الأطر الزمنية 6- من واحد إلى خمس دقائق 6- التداول اليومي أقل من 24 ساعة هو نهج آخر قصير الأجل تستمر الصفقات فيه لأقل من 24 ساعة 7- تداول السوينغ هو للمتداولين الصورين ويمكن فيه الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام 8- تداول المركز هو نهج آخر طويل الأجل يتطلب أحيانا رسوم بيانية شهرية حيث يتم الاحتفاظ بالمركز فيه لعدة أيام 8- إذا وصلت معي إلى هذا الجزء من الفيديو فأنت متداول صبور أشكرك على حسن المشاهدة 9- إذا أعجبك الفيديو أرجو الضغط على غير لايك 10- إذا لم تكن مشتركا في القناة 10- اشتراككم 10- خالص تحياتي